رأيك النهاردة في الراجل والشكل الفني اللي عمله للراجل النهاردة وفي المباراة بشكل عام بالنسبة ليه المستوى الفني لكل العيب في بداية اللقاء لك راجل ما ايه كولر لسه بادر يا جد عام يعني طب ما 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 مثلا لو اتكلمنا عشان نديله حقه يبقى عامل اداء محترم عامل اداء عالي جدا مضيق 40 فرصة هو ما ضيق عشر النهارة فيش اللي الكورة اللي هو شاد حسين لما نزل هتقول لي بقى بتاعت شريف اللي هي العرضية الاولانية والتانية ولسه مش هيبان دلوقتي لسه لسه الايام جاية هنبدأ نتكلم عليه ونقول واخد ذلك انما النهاردة ما عملش حاجة هو نفس التشكيل بس اقعد الصليا عن المطش بفاتح اه ومجايم اقعد محمد شاد حسين ولعب محمد شريف انما هو الاداء هو هو والشكل هو هو وما فيش اي اه يعني وطبيع ان انت تكسب ثلاثة وتكسب اربعة وتكسب خمسة لان فرقة مع كل احترام فرقة انا شايف ان النهاردة ومبارح احلى حاجة في المطشين ان هما جابوا ثلاثة ومبارح جابوا خمسة بس انما قلت ان فيه اداء لا مش عايز ان اتحك عنها لا انا هكلمك على شكل الخطط يا كابتان انا هل فيه فيه تحركات معينة هل فيه مراكز معينة وحريات او حرية بتديها البعض اللاعبين كل الكلام ده مش عبان دلوقتي كل الكلام ده لسه بقى ما يخش في المطشيات الصعبة ومطشيات الدوري اللي هي المكياس الحقيقي وبعد كده دوري اللي هو المجموعات بتاع ابطال الافريقية هو ده بقى المكياس الحقيقي تبدأ بقى وتقول ونقول بقى الشكل الخططي والتاكتك وحرية اللاعبة ومد حرية وفلان ومد حرية يعني مقدرش اشوفها النهاردة خالص كده لا خالص يعني في مطشين زي كده مقدرش اشوف هو مسلا بيدي تعليمات لديانج مسلا ان هو يشتغل ويسقط يبقى هو اللي موجود صائد بيسترم الكورة ويبتدي حرية لآآ اكرم طوفيء والحتانية معلوم ديانج بيلعب ايه ديفندر طيب مش ده ده مهام شغله اللي هو بيلعبه بالسنة اللي فاتت ولعب ديها بيد حرية اكتر لحمد فاتحي اللي جابها ده في النهاردة حمد فاتحي حمد فاتحي كان بيلعب لورا يعني طول هي بس بيطلع في الدربات السابتة هو حمد فاتحي ده اخد الكورة ورقص بيها ورح وعمل اختراك وجاب الجون وقال ان هي دربة سابتة واحدة من كورر والتانية من فاول جانبي احنا مش عايزين نطبل من البداية احنا عايزين نقول لك هل في بعض التعليمات اللعيبة معينة في الملعب النهاردة تبين ان الراجل ده عنده شكل وفكر معين بيليق باسم النادي الاهل اللي هو عايز يكسب عايز يبقى فيه هجوم وبالتالي بيدي حريات للعيبة معينة زي اكرم ومعلوم انهم ما يتقدموا طب اكرم ليه بقى اول ربع ساعة الدي ساعة كان هاي خصوصا انت بتقول ايه ان الفريق ضعيف اه فانت مش هتفضل تلعب باتنين فنص الملعب مثلا انا كنت بشوف ان ديانج بيبقى موجود مع الاتنين اللي ورا سواء انت عارف الراجل ده لو قري وبيدي حرية بيبقى هو بس اللي معاه هو حمد فاتحي وكله طالع قدام عشان يهي اجمع اللي يعملك الحتة دي افشة ولا حمد فاتحي ويبقى ديانج من اللي يعملها لك هو لو قارج جيم الاول كان من بداية الشوت التاني يزقب افشة عشان نشوف سابلو ده ونشوف محمد شريف ونشوف احمد عبدالله احمد عبدالله الوحيد اللي كان فيق اللي بيوقف عالقرة النهاردة بيروح هو الوحيد اللي حتى كمان يسيبك من الجون هو الوحيد اللي بيمسي الكورة فكان عايز مساندة سواء من طهر محمد طهر او من سابلو وكمان لازم يبقى فيه معلم في نص الملعب للدعاء عشان اللعيبة دي تظهر اللعيبة دي بقى فيه هو شادي المرة اللي فاتت ما حسناش بيه ليه لاني مضيعش وحدة النهاردة حسنى بيه ليه لاني حط وحدة وجون طلح حبراعة حصل تمام فاذا ان انت عايز واحد يلعب الناس دي عشان امكانياتهم تبان دي حاجة تاني حاجة انت بتقول للراجل لا الراجل لسه شوية لما نشوف المتشاط ونشوف تشكيله تاني ونشوف تغييره وانا بقولك هو النهاردة اتأخر في التغييرات ده مغير في الدقيقة سبعين انت مفروض النهاردة بمجرد ما انت شفت الفرق وكاذبان يتنصف ازقب افشة وازقب بشاد حسن ادي الناس دي الثقة يعني الناس دي عايزة انت عايز ترجحها تاني بعدين ان انت عندك مشكلة ان انت عندك ماشي نصف الملعب كويس اوي والديفنز كويس اوي بس الفرود التلاتة الفرود ده او الفرود والتلاتة اللي بيعابه تحتين مش كويسين مفيش الا النهاردة بس اللي كان ربنا نافق في صورته كان احمد عباد انما لما هيبقى فيه شغل من هنا وشغل من هنا وشغل من هنا واختبالك واختراكات من رعومه هيبال خطورة النادي الاهلي انت ضيعت كام واحدة النهاردة يا فاروق عندك الاتنين بتوع محمد الشريف دول مش فرص ازاي كتن الفرصة دي زي بتاعة شادي اللي هو جراعة عالجول وطلحها انت علشتها مش فرصة انت تلعف السماء مش فرصة واختبالك انما انت دلوقتي مش باوصل للجون وبعمل شغل عشان اوصل للمنطقة دي وبالتالي بتصرف العيب او بتصرف العيب النادي الزمالك لازم توصل لجون مع الفرع دي ما انت لو اللاعبة هنقولك بقى كمان السفقات الجديدة مع الناس القديمة لو انت متقلقتش في ماتشتها ده ولعبة ضد اللي انت بتلعبها النهاردة دي هتتتقلقت انت خلي بالك والراجل برضو كان عنده مشكلة في الموضوع ضيعة الاهداف مع اللاعبة كلها يعني اللاعبة المهاجمين كله وبالتالي هو راجل يعني هو كان عنده مشكلة في الماتشات الودية في ان في اهداف بضيعة كتير والتالي هو كان عنده مال عايز بطولة ازاي يعني انت دلوقتي بتطالب بطولة ازاي مش لازم تطمن جماهيرك اللي هي بتموت لعبتك وجماهيرك لازم انت تطمنهم تطمنهم بايه انه وصل لجون كتير لما توصل لجون كتير اقولك الراجل النهاردة مد حرية الاكرم ومد حرية العلي معلول ومد حرية الحمد فتح هقولك الكلام ده انه انت مروحتش انت كورتين اللي رحت بيهم ده عالي معلول اللي بيعملهم بالعرض وبيبقى الناس حتى رجلها مع عشرية